الانتقال الجنوب يفتح فصلا جديدا من الصراع مع إدارة الرئيس هادي في أحد الاجتماعات التي عقدها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بعدا توعد رئيس المجلس للتطلعات الانفصالية عيدروس الزبيدي بمواصلة العمل وفق بيان الثالث من أكتوبر الذي كان قد دعا هذا المجلس من خلاله إلى إسقاط المؤسسات وفك الارتباط مع السلطة الشرعية وصف الزبيدي في كلمته أمام ذلك الاجتماع بيان الثالث من أكتوبر بأنه خارطة طريقا للمجلس خلال المرحلة المقبلة في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من الصراع مع إدارة الرئيس هادي وضد سياساته وتعيناته التي على ما يبدو أنها لم تحقق الأهداف المضمرة وراء الضغط المتواصل على الرئيس لإقالة رئيس الحكومة السابقة الشرعية تكذب كل يوم تكذب كل يوم تقبلنا سيناريو أنهم على وشك أنهم لا نقابلنا حكومة ورئيس حكومة طبعا من خارج حدود الجنوب ولا بيده لا يقدم ولا يأخر احتج الزبيدي على تعيين رئيس الحكومة الجديد معين عبد الملك سعيد لكونه قادما من خارج المحافظات الجنوبية وامتدح في المقابل رئيس الوزراء السابق أحمد عبد بن دغر وأقر بقدرته على حل حالة الوضع الاقتصادي والمعيشي استنادا إلى ما اعتبره الزبيدي نفوذا لبن دغر على حضر موت حيث يتواجد جزء مهم من ثروات البلاد النفطية يأتي ذلك بعد أن تركزت حملة المجلس الانتقالي من خلفه مموله الرئيس الامارات طيلة الفترة الماضية على إظهار فساد حكومة بن دغر عجزها بغية إزاحة رئيسها من المشهد وفرض شخصية تقبل بالمخططات الاماراتية لتكريس النفوذ في المحافظات الجنوبية وفقا للمراقبين مر النصف الأول من شهر أكتوبر دون أن ينفذ المجلس الانتقالي تهديداته التي حفزت المتحمسين للانفصال على ترقب إعلان الانفصال بحلول الرابع عشر من أكتوبر الماضي ولكن ذلك لم يحدث لعوامل داخلية وخارجية كما أوضح عيدروس في أحدث لقاءته مع مكونات المجلس الانتقالي لا ننكر أننا كنا على شك يعني كانت ساعات ويقرى البيان ومهم العوامل الداخلية والخارجية والمستقدات الإقليمية فرضتها كذا أننا نتأمنا لا تكف أبو ضبي عن توظيف المجلس الانتقالي الجنوبي في خلق المصاعب أمام إدارة الرئيس هادي وحكومته بغية حملها على تقديم المزيد من التنازلات في وقت يرى فيه المراقبون أن الإمارات لا تريد أن تتخلى عن طموحها في الهيمنة حتى ولو كان ذلك على حساب بقاء اليمن ساحة لحرب مفتوحة